اشتركوا في القناة 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 بعد سبع سنين غياب سبع سنين نعم يعني دايما نحب نرجع ولكن النضال والعراق اللي صرات وهذه الفترة الحسيمة والصعبة جدا ما يعدوا فيها شعب فلسطين وولاة فلسطين بيّنت ليش اللي يقول الحق أو يعني الأشياء الجميلة يحبوا ينحوها لا يبروزوا أشيائهم وحنا طبعا هذا الفترة هذه بيّنت يعني طاحت أقنعة كتيرا في جميع الميادين كسوانه السياسيين سوانه الحكام سوانه ضمن هذي الأشياء اللي أنا ملسته إلا فنانة في ميداني بيّنت أنه يعني لم يجوك ختي عملي لها أولوية والمساهمين في هذا الشيء هما الإعلاميين الإعلام اللي يعني هو إعلام سياسي اللي يجيبوا كاميرات يدبحوا الفلسطينيين ويجيبوا الصور من الأخبار إليهم ويقول لك الفلسطينيين سموهم إرهابيين يعني الطالبين على حقوق أرضهم سموهم إرهابيين وهم الإرهابيين يفبركوا في الإعلام ويقولوا أنه هذا يعني شيء شيء عم بيبان في أشياء جميلة عم بيبان نعم طيب فلا ربما لابد أن تطرق كما قالت فلا إلى القضية الفلسطينية مدامنا يعني نحن مهتمين كثير بهذا القضية وفي كل حلقة لابد أن نطرق لها فلحد الساعة منذ أكثر من أو منذ 35 يوم والعدوان متواصل مش الأفضل للأسف عدد شهداء غزة أكثر من 11 ألف شهيد منهم 4500 500 طفل و3027 إمرأة و678 موسين رحمهم الله فرح نسأل فلا كيف تلقت خبر أحداث غزة ورح نشوفوا فلا كيف نضلت أو ضامنت مع غزة ولكن بعد هذا الفاصل نواصل جدا سامير تفضل سامير حاب تخلم حاب تهضر سامير خوي تفضل سامير صحة هذا الفنان الحقيقي الفنان هو الذي يرى العمل في وقت شدة نحن كل فنان كل ممثل كل واحد عنده صوت يساند القضية بصوت وطريقة تعو في الوطن العربي تجاهات هكو هكو العربية يعني الفريمون كين فنانين طلعوهم وكين فنانين حطموهم ونحن ليس حاجة لاني نسنوها يعني لازم لازم يازم علينا كل واحد كل فنان يدلب صوته لصالح القضية وكما كما درت فلا وكما عندها مدة مدة ويدير بمواقف التوحى بالأغاني التوحى يعطيك الصحة إذا تسمح لي يعني أنه في مختلف الميادين سوى أنه الطب سوى أنه الإعلام سوى أنه كل من هم على المواقع الاجتماعية لازم تدعمه لأنه هذه الحرب هي حرب جديدة ومعتشاملة ومعتمدة على المواقع الإلكترونية ولكن أرجع ونقول في يعني القضية الفلسطينية زرعها فينا باب الله يحمه عبد الحميد عبابسا كتب ما يعادل 1800 قصيدة عن فلسطين وعن الطورة ووقت النضال الجزائري أو الحرب التحرير الجزائري كانوا الفنانين والشعراء مساندين نكمل بعض يعني كل سلاحنا هو أنه نساند فكان في ثورة الأحرار كان فيها يعني الناس في الإدعاء والتليفزيون كانوا يخدموا باب الله يرحموا معطي باشير كانت شوف تشوف تخل يوتيوب ودير أنشيد وطنية شوف كيفاش كانوا يخدموا في ذيك يعني سلاح يعني ما هوش أقل من من السلاح ولكن ربما قلائل الآن سمحيني في اللقطات قلائل من ينظرنا الآن من أجل قضية أو كانت عندنا فيروس جوليا بطرس ولكن الآن شفنا أنه ربما القلة من يساندون قضية مثل قضية الفلسطينية بصوتهم ثقافيا وفنيا هو الخطأ من شوف الفنان يقدر يغني أنا وجه تحية إلى ندى الرحان نعم ندى الرحان عملت سمحين يا فلسطين صح فما لازمش نهجر حقها لأنه فعلا عمل التعامل من أروع ما يكون جميل ولكن الحق يسمحوني تعرفوني أنا نتكلم محبة في فنانين بلادي وفنانين الوطن العربي الحق على الإنتاج يعني أنا صار لي مثلا ستة شهر في البلاد وبعدت رسائل عن طريق من دوبين للثقافة وأنا موجودة وأعرف أن الحكومة أعطت بجة للثقافة لكي تدعمنا أنا فعلا هذا العمل من جيبنا وهو يعني في أعمال عرفت داريت أنه الأول نوفمبر يعني وقفت الحفل لكن أول نوفمبر هو نفس قضية فلسطين فهذا المثلا عندك وليتسير عقل فاروق الجزائري عنده أوبيراتات وجدنا وكل شيء وخلصنا وإحنا محناش منتجين لكن وحتى يعني إذا تحبوا تضوو معايا فيما يخص ال سبونسور سبونسور يعني يبريفر سبونسوريزي دي يوتيوب دي ترك أنا ما نش ضد ما نش ولكن أحنا مجاهدين أحنا سلاحنا هو كيف نوصل متل ما وصلت هذي متل ما عملت شيرين أبو عقلة من لحني ومن إنتاجنا نوعانوت كده نص نص إنتاجنا فإحنا إذا كان بلادنا والميدان الثقافي ما يدعمناش وما يفتحناش دي بيوت جي باش ناضلوا بأغانينا فكيف يعني العتب ما هوش على المطربين العتب على الإنتاج وأنه وزارة الثقافة تعمل لجنة حكم وتقول لازم هذا الوقت العصير الآن كانت الجزائر الآن الجزائر وفلسطين فأحنا الاتنين يعني كنغني على الجزائر كنغني أغاني وطنية عن الجزائر نغني عن فلسطين عن وطننا العربي أنا عملت راجع صلاح الدين وعملت القدس وعملت لبنانيا سراج العرب وعملت جينينيا ساحة غضب كل هدولة بإمكانياتي الخاصة لكن من ست شهر وأنا موجودة هنا لا أحد يرد على مساجاتي تمنى أنه أنه يكون من هم يعني لخدمة التقافة الجزائرية يأخذوا باعتبارنا ويأخذوا يأخذوا 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 باش نقدرون نعم حتى الشركات الخاصة أكيد نتمناو أنه صوتك يوصل لوزارة التقافة سيدة فلا عفوا الشركات الخاصة بس الحكومة الجزائرية أعطتن كرون بيجي لوزارة التقافة ووزارة التقافة ما كينوالوا دعوري ميتة لا في الوطنيات ولا في اسمحوني أنت تعرفوا سرحتي وأنا ما نش أقل من هي أو من هو وزير أو مسؤول ولا يعني أهم منك ولا أهم منك ولا أهم من كلنا لخدمة هذا الوطن شكرا لرسالتك ربما إن شاء الله توصل إياه سيدة طارب فلا سؤالي لك محمد علام ربما من المشاهدي يتساءل الآن هل ربما مساندة القضية الفلسطينية فنيا أو ثقافيا مفيد أو له ثمار يا محمد وووو في لدتنا في في عدة محاور ووو عبدنا في فلسطين وإحنا وزارة ثقافة وإحنا مشارف إنتاج أنا نتقد العمل الجيد ويفرض نفسه يلقى من يدعمه بشكل أو بآخر يعني سواء خواص الخواص اليوم يراهنوا على عمل جيدة يبحثوا عن أصوات يبحثوا عن عمل متميزة فبالتالي الرهان هو في الأساس على الخاص اليوم أكثر منه على أي شيء آخر أنا أشوف باللي صحة الجزائر كانت دائماً مرتبطة بالأغنية من وقت الثورة كانت السيني مار وني فوتي هو اللي يعرف بالنضال الجزائري عند الخارج وغيرها والموسيقى كانت دائماً مرافقة دائماً حتى للحماس الثورة لكن اليوم القضية الفلسطينية قضية استثنائية صح كين تخاذل كين تراجع كين يعني ما كاش أثر كبير في الجانب الفني يعني اليوم لأنه أصلاً المعطيات رايب أبعد من السفرين ضروري يكون لكن اللعبة كبيرة بزافة على الثقافة والفن الفن وثقافة مهمين في تغيير رأي العام ومهمين أنهم يقدروا يدعموا يوصلوا الصوت لكن لا أهمية ما عليش ما عليش أهمية الثقافة أنا عندي دوسيات بعتهم أنا وخويا تيسر عقلة بعتنا دوسيات ومشاريع لوزارة الثقافة بدون رد يعني أهمية الجندي أهمية أبو عبيدة من أهمية كلنا لازم نساعم بالأنشيد الوطنية هذا وقتها ليش من من أيام عمي بومدين لا يرحموا كان كل أتح كل حارس الجمهور عندك نشيد موطني شوف كل المطربين وضمنهم باب الله يرحموا عامل بوجي للوطنيات للحرم على حارس الجمهور أين هذول من كل أين غير التقافة الشريفة أنا معا أنه تنحط الأغاني لكن الأغاني اللي فيها رسائل وفيها اجتماعية من حقنا أنه نكون مدعومين من هذه الوزارة التقافة اللي لا ما فيه شديد سيدة فلا ربما نرجع لك عندي أسئلة ربما لك هل تلاحظي الآن لما شفناك أنه منذ ستة أشهر وأنتي ربما الآن في الجزائر هل تلاحظي أنه شعبيتك زادت أو أنها تراجعت أو كيف الناس برا أسكوا ناس البرايت لك يتلقوا بك كيف شردت فعلهم أسكوا يتعرفوا عليك كيفاش يقول لك هل أنت صح فلا لأنه كي بزاف على ماك يقول لك ما زال ما جاتش بكاشها فلا ويكي نقاها ديرك توما راهي في بلادها وراي في الجزائر دك جاوبك بزيريا باش ما تروحش لتماء هناك ويقول لك شوفي شوفي والله العظيم أنه قال لك أن الله مع الصبرين ما كنتش عارفة بعد كل الهجوم بعد كل يعني الكلمتي اللي كنت نقولها بصراحة ما كنتش عارفة أنه هذا الجيل الجميل الرائع يعني مسكي اللي أنا ما نعرفش نشد الباش تاعي ولكن عندي شباب ولكن عندي يعني مثل الأغاني اللي كانت مدفونة من قبل من قبل يعني الشركة اللي يعطيتهم كل الأغانية لأنه قلت كلمة كلمة صح دفنوا لي كل أغانية ومع ذلك أنه ما كانش محاميين المفروض أنه أنا بنت هذا البلد ورجال تاعي تاع العدالة يبوز دي بلانت وياخدوا لي حقي من هؤلاء اللي هناك لأنه أنا يعني فعلا يعني براني بدون كتاف بلولا هذا الشعب الجميل تلاقي يزيد الشوق عاملة ترند تلاقي ولا حتى سانية عاملة ترند بعد خمس عشرين سنة ومار نيمين أربي سبحانوك نيمين وحتى تم حدفهم كانوا بعض الفيديوهات تاعك عندهم نسب فاقة المليون والمليون تاع هذا الوقت نعم تسوى ماشي كمال مليون تاع دورك أنك تجيب مليون في اليوتيوب قبل خمس عشر سنة كانت بالرقم الماشي بالعين فشأة كل فيديوهات فلا اختفوا عاملة ترند الان عن الان اختفوا تم حدفهم تم حدفهم باعت ماشي حدفهم جايب يا ربي تم حجبهم لأنهم كي عاودوا والله ونشوفوا إليا ويتون إليا كينزون يعني تم حجبهم لذلك السباب اكيد تعرف فيهم انتي وحنا تاني ملينا نعرفهم لذلك من هذا المنبر اذا تسمح لي وين الكاميرا وراه الكاميرا اها كاميرا انا اوجه نداء لولاد بلادي اللي في العدالة اللي اذا فيه محامي ياخد لي يعني يتصر فيها باش تاخد لي كل حقوقي اللي انه ما عندهمش انتو تعرفوا في العدالة اللي ما عندهمش حق يتفنوا صوتي طالما تفنوا صوتي كل الاغني من تشكر كل هدول يحقوننا انا ما مضيت لهم ولا شي يعني انا مضيت مع اي ار تي وبعد اي ار تي باعوني الخيور وباعوني الروتانا ودفنوني فاتمنى لو فيه اولاد بلادي في العدالة يتصر فيها باش نرفع قضية لرجع كل حقوق طيب انت قلتي فلا دفنوني ولكن خريني نعطيك انا ونقولك انه رأي الشارع الجزائري في فلا يثبت عكس ذلك نشوفوه مع بعض مع الزملاء عاطيني رأي الشارع في اللعبة بساسة سينغروندارتيست عندها ممدة الفن الجزائري لذلك فلا دوك حليو اليو سويت اوكور الكور ان شاء الله ما زال تزيد التمدل للفن الجزائري وتوحشنها عندنا شحال ما مشفنهاش الله يبارك مبكري ويا قايمة بها ودي الحفلات مليح ان شاء الله زيد تافونسي كما اقول انا مادابين يتقدم الفن تعنا ميولي شوذار كما يتحدث كما يتحدث كما يتحدث كما يتحدث ويكون قم تحدث ان شاء الله تعشر تحبط بها في الفنة الله يعرحمه سوف تقول فالك يعني تحبط لك لبس بهم إن شاء الله نتمنى لها النجاح ونشاء الله نتمنى لها نجاح خ tracked نشاء الله فلا بساسة مغنية مشهورة من عائلة عريقة نتمنى لها تعود كما كانت وتترجع بقوة فاستنحبوها ونحبوا الفن داها أنا الفلاء الجزائرية عرفوا بلي مش هورا من بابا هاما من عائلة قا عائلة فنية قا إن شاء الله تريح لهنا إن شاء الله تريح معانا فلاء جزائرية فنانة جزائرية معروفة يعني برزت كاسم على الساحة الفنية العربية وطركت بصمة يعني شرف الجزائر أحسنت شريف انتمنى ولا التوفيق في ميساريتها المهنية وإن شاء الله تبقى في الجزائر ومزيد من النجاحات إن شاء الله فلاء بتأثر شديد ظهر عليك الدموع دموعك غالين يا فلاء لماذا كل هذا؟ والله الدموع هذه لأنه أنا إنسانة بيتوتية جدا يعني بيتوتية إلى أقصى درجة وأصبحت تعود يعني الواحدة تعودت عني وانا تعودت على الواحدة من اليوم ما جيت ورقيت نعيمة مش موجودة الله يرحمها ورقيت رحي أشجرت شيء اللي فرشته تاني ورقيت رحي وحدي ولكن دايما يعني نخاف من نخرج نخاف من المجهول في الشرع ولكن اللي بكاني نزل دموعي إنه افتكرت إنه الناس يعني صار في عندي نوع من من الخوف نعم هادي الناس الجمهوري في كنزي الغالي اللي ليش ما كنتش عارفة إنه الناس تحبني يعني نقول فينا ما تخرجيش فينا فيه فيه ناس ما تحبكش أو أو شي هيك يعني تعرف كتر كتر الانقطاع اللي انقطاع صرت نخاف من مجهول يعني صرت مخلش واليوم كلي كلي خرجتني في الزنقة وقلت لي لا يقفل لأن الناس تحبك الناس مازال تحبك والناس مازال تحترمك فهذا اللي هذا اللي سمحوني يعني أعتذر منكم على الدموع اللي نزلت لأنه ما كنتش عارفة إنه الناس تحبنيه دموع فرح يا فلا الحمد لله دموع فرح أكيد يحبوك دموع صخر بأغنية غنيتها في عمري عشرين سنة في أونكليتيرا وبجباقبال قلت جمهوري هو كنزي الغالي ها هي النتيجة يعني تعبي مرعش على الباطل لا والله أنا سمحولي حبيت برك كلامك هو القديم خلي مفيدة لأنه فضلي مفيدة لا سماني معا على تاع بلك احنا كل رايحين لها تاع بأني خايفين من الوحدة أكيد ذي الوحدة ميرا أنا حبيت قولك حاجة تبدل هاد الدموع بفرح شاء الله تعارف علاه لأنه نص الجمهور اللي كانوا يهضروا معه صغار ويش لقاي صغار مثال وشافين عليك ويحبوك هذه حاجة حاجة ماشي كبار زعمة في الله هي سمى الصغار يعرفوك ويحبوك فرهمتني ثم ما تخافيش اخرجي اخرجي الجمهور هذا الشي اللي شجعني اليوم واشكركم يعني عبر هاد الحلقة وهاد الحضور يعني هكي قلت لها ربما انت خايفة من عفويتك عفويتك اللي كنت قبل تظهري بها تقولي بالك الناس ما زالها تزين لي هذيك ال قد يا جوز ابتديت ابتدت تيقتي تتروح مني هذا الشي يعني تعرف لما فنوعا ما تقول لي فلا يعني بتحبسي بتحبسيش حتى انه في شي كتبته عبر الصفحة اللي انا مع المناضلين واخواننا في فلسطين فكتبت شي تلقائيا قلت لهم الله يرحم موالديكم قال شباب رايحين دون الفلسطين رايحين فلسطين قلت لهم يرحم موالديكم خليني نجي معاكم انا اتقن طبيخ واتقن التمريد التمريد نعرف من الرد عندي فكرة خليني نجي معا ولادي التمار وعالاقل اكسب يعني شهادة اللي يعني نموت شهيدة يعني بدل ما انا قاعدة وما ندير والو هنا يا هذا اللي قلت فارجتني كتبتها تلقائيا هكذا جاتني واحد الكومنتات فاحيانين يعني هو الوسيلة الوحيدة اللي مرافقتني هي هاد الشاشة اللي على التيك توك ولا التليبيزيون ولا ما اطبخ شوية اطبخ شوية ولكن ما عنديش فوبيا ولكن صرت نخاف من المجهول في الشارع طيب فلا انا فهمتها نعم دقيقة فقط نروحوا الى فاصل اشهار مشاهدنا لنواصل مع فلا والزملاء اطيني فاصل قناة النهار حاضرة معنا فننتنا فلا الجزيرية قبل ما نعود نرجع الى فلا سامير في الفاصل قليح عندي منقول يا ياسين يا ياسين دايما يزيد علي هذه الشوية هديك لا لا انا حبيت ان نقول الفلا في اللعبة قالت حاجات بش نكونوا صراحة يعني بدون لغة الخشب ومنة وكرايه هنا وانا قالت حاجات لي ما كان حتى واحد يقدر يقولها مش مقولش باك حتى فنان ولا ما يقدرش بس كما حتى واحد فينا مثلا يقول هكذا على المباشر بدت تروح للاتيقة حسيت بلي بدت تروح للاتيقة في روحي وكا حتى واحد هنا يقول بلي حسيت تروحي وحدي ولقيت تروحي وحدي ولا قاعدنا نحبونا منا نكذب ولا روحنا بالك شايف كيفاش هذه الحاجة دي العفوية اللي فيك اللي خلت بالك ناس ما يفهموكش متانك خلت بزاف ناس يحبوك ولي شفناهم متو ما عرنا معك مكشو حدي أصبحت أنتو فاميتي أصبحت أنتو أهلي طيب فضلي مفيدا قلت قلت أفلي كي كنا في الفاصل بقيت نهضر معا قلت لهم خايفة من نصل للمرحلة تفلا لأني صح والدي بدأي كبار وانا حياتي كاملة مع والدي قلت بدأي كبار ضك يختار حياته بلليك صح نعيش الوحدة اللي سمع عليها حسيت بيك أكثر بصح لا أنا ما نخليش روحي نطيح في الوحدة لأني عندي هاد الوجوه الطيبة عندي ناس تحبني أنا نخرج لهم أنا نخلق الروحي فضاء عليها نقول لك يا فلا ما تخليش الوحدة هي اللي تسيطر عليك كي ممارك اعتبروني من ضم القروب بتاعكم أه خلاص مانيش وحيدة خلاص عمرك ما حداني يا وحداني يا مانيش غللت الوالي والله أدير ودير لليك ومغنيش يلا فضلي فضلي أتبا تغني على المباشر فضلي يلا آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ آآآآآآآآآآآآآآآ أدق جديد سبر ضحية يملعي مقبلة سبر ضحية وهي دهشانة سبر ضحية كما صبرتنا يا وصاب الرينالي يا فلا الجزائري يا فلا ربما في متاهة الحياة شكون لقيت في كتافك يا فلا ربي ودعوة الوالدين سبحانه ودعت الوالدين دعوة الوالدين الحياة ربما وحب الناس طبعا حب الفانزات اللي وجالهم تحية فانزات كابي وكل اللي موجودين معايا ويقولوا يعني يدعموني غنيا نسيتها من 15 و 20 سنة يعودوا للتصاور هادوا عندوا شباب ولاد يعني منهم طباء منهم داكاترا منهم معدين منهم في منصة تيك توك مادم قالتنا عائلة وصبحت منكم الآن ما محنا يوجدنا لك مش غير الصفحة يا فلاطين يشوف أهم ربما المحطات لفلا لعلها تتذكر أيضا يعني تشوف محطات عندها بزاف مشرفتهم إن شاء الله أعطيني مع المخرج نشوفه أم عباد يلا نشوفه صورة قبل ذلك يلا مدام كان صورة حابين تعالقي عليها يا فلا أعطيني الصورة يلا ما في مشكلة أعطيني الصورة بابا وأمي أنتو ما اللي كبرتوني ربيتوني بكل محنتكم علي نكبر وندللكم كيف ما دللتوني أنتو هما روحي وانتو نورايني يعيشكم ويرحمكم ويجعلكم من الجنة أنا عارفة أنه بابا الله يرحمه ويوقف لي في المنام زوجه مرات ولبس لي برنوس والله ولبس لي برنوس وبس لي من رأسي هنا وقال لي أنا فخور بيك لأنه كل الروح الموجودة فيي والروح اللي بناها فينا في الوطنية هي ترجع لهذا الراجل المجاهد الطيب اللي أنا أعتز به ونقول له يعني بابا زيزيا نوعدك غير رقود مرتاح اسمك يفضل على طول الزماني عزوني يا حبيب هل قونية تشفى وعلي هذي غنيتها هذية نعم الله يرحمهم إن شاء الله طيب ستوري بورد رهي وجدة مع الزملاء نروح ونشوفوا هذه المحطات اللي في السمية طبوش ربما يا مصبايا حبا تغني شفتك 5 اليوم يصار أحق أغنيتها هذية لا أغنيتها لا أغنيتها لا أغنيتها ما عنديش لا فوقس نغنيتها ما نغنيتها ما نغنيتها ندروها شركة إنتاج هي الأغنية يعني اللي نحبها صح 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 أغني كلهم ولا أروح أغنية مو كل شي بيلمع ذهبا أبدا أبدا وشفتك رفتيني موجي هذا قاوي علش هذا لأنه هذي الأغنية هي اللي كانت سبب تحطيمي وأحنا في هذا الوسط الفاق مش لازم تقول الحقيقة قالوا لي علش درتي هذي الأغنية قلت لهم لأنه باش يفرقوا بين الأغاني الجدية أهل المغنية قاعدين في الدار و جايبيننا النساء حاطينهم كيكينات و يات يعني إذا غريس الأنفانس ياخدوا دور الأطفال المصاصات والبنيوهات باش هذي الأغنية يعرفوا أنه الأطفال كخي هذا صح وهذا كخي على هذيك اللي يعني اللي اللي كانت سبب لكن أنا نظن أنها ماشي سبب هذا مجرد حاجة ليتغطاو فيها لأنك صوت أنا نقولها يعني لو أنه مازالت فلع المشارق وما زالت تصدر ألبومات لأنك تفيتهم كامل هذه هي هو دايما خاصة الجزائري وأحنا الجزائريين فنانين جزائريين ما عندناش نابوي يعني كي تكون حاجة مثلا تصرات واحدة المطربات من بلد معين دون ذكر سأسامي يقوم سفارتها يقوم التبادل التقافي لماذا أنا نفسي أعرف أنت تعرف يعني هذا الشيء السؤال نوجهه لك أنا نفسي أعرف ما هو دور تبادل التقافي شوف أنا أنا أعتقد أنه أنا أشتي مصر وقت ما كانت أغنيك في مصر تزلزل القاهرة ونذكر يعني تشكرات وغيرها كانت يعني ربما لكن مش عارف أنا نكون شوية صريح نعم نتاقين أكثر من المرة مش أول مرة الفنان 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 لازم يكون مسؤول على نفسه ما يستنش فقط السلطات أو لا سلطات قصدي الدولة أو حتى المناجر أحيانا لماذا نجحت وردة الجزائرية؟ لماذا؟ ولأن وردة الجزائرية تعرضت الاضطهاد في مرحلة معينة فلا أنت كنت في مصر بشهادة الجميع حتى المصريين يعني يقولوا هذا الكلام كان ممكن تكوني خالفة وردة الجزائرية لا أنا عمري عفوا يعني وردة الجزائرية لا لما كانت وردة الجزائرية تغني بتوانس بيك وتبا تغني بلو لو أبيك تغني أكيد عارف عارف لا مقارنة لكن لا مقارنة هي وردة ونفلة وهي لكن فضلي لا مقارنة لا مقارنة فضلي لا مقارنة هتتكلم عن وردة الجزائرية اللي كانت في حضن بريخ حمدي ولي كانت وراها فرقة ماسية ولي كانت غنت أغاني الأغاني المصرية وراها لما تعمل حفل يكون رئيس الجمهورية أول في الصف في مصر وبينما كانت هي هناك أحنا كنا هنا أنا نرجس نادية بن يوسف هادولا لا ما نحقروش رحنا وردة الجزائرية غنت مصري وغنت تيرين ممكن غنت تونية هذه بلادي تا 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 هذه بلادي ولكن يعني لنرجع ونقول وردة الجزائرية هي لها جزائرية الاسم لكن هي مرتب بريخ حمدي بيتوفن العرب هل هذا تقليل من مصار وردة شوية تقدريكي قاسي عليها لا أقل المصار يعني مستحيل لا أقل المصار بريخ حمدي أصبحت وردة الجزائرية بريخ حمدي تزوج بزاف يعني في نهاية الأمر وفناني بزاف مصاريين تزوجوا أعتقد وردة الجزائرية استثناء أنا أحبت نقول الكلام حتى نكونوا في طولك شو بصالح العبارة يعني أنا في تقديري أنه في الله حاربوك هذا مفرغ منه وغاروا منك مفرغ منه وهذا كلام تكرر في بلاتوهات وسمعناه في منابر وقريناه في الصحافة وأنا جريت معك هوارات أكثر من مرة كنت تذكري ولكن حتى أنت تتحمل شوية مسئولية أي مسئولية إذا كان واحدة صغيرة رايحة تعمل واخدها شنطيتها وريحة عاملة مع بلي حمدي ألبوم كامل وإلا بيه نلقى الفبركة تعت قضية ملهج ساسم ومرس خلينا منها لا هدهية ولا أحد من سفارتنا قال تعالوا هنا هده عبد الحميد عبابسة وتاريخها موجود وألبومها تحدثت معاك يا قلبي واش خوية العزيز وشهد وين المحاميين اللي وقفوا معاك ما حدش وقف معاك المحاميين قالوا لا أختي تزوجت معا محامي وقامت بدور اللي هي لكن احنا معناش احنا نصام نفغانو مام واردا عندها حماية لما جات الجزائر حطوها في كلوب ديبا وحطوها احنا نصام نفغانو مام نحن عنا الحب استطلاع يعني عنا حب الغربة دايما يكون عندهم ما عندناش ما نقدرش نديرو يعني مثلا من فنانينا ما نقدرش نديرو شركة انتاج ما قدرش نديرو لا واردا الجزائرية كانت مطربة عربية واحنا أستاذتي وتعلمنا منها كان شي في الأدب يقال يقال في الأدب نعم قولك دائما تمنى لا تلتقي بالكاتب الذي تقرأ له نعم انت الكاتب الروائي ولا اللي تقرأ له هو بشر نعم يخطئ ويصيب الظهور أحيانا الغير أو الخراجات الخراجات والمواقف والتصريحات تنعكس سلبا على مصر صوتك نزاله هو هو الحمد لله ما تبدلش بالعكس أنا زوجة تايبو قلت لي قلت لي عندها صوت راهي قلت لي تسمعها قلت لي ما زال عندها لأبو يعني صوتك ما قدر حتى وحد يحاربو لكن كاسم حاربوك لك خرجت ربما بأشياء يعني القاوة السلح اللي حاربوها بي عطيتين من الدريعة يعني القاوة السلح في الله ربما بيش حاربوك يعني فيروز قوني وحدي فيروز اليوم كنت تظهر في الشاشة وتبدأ تتكلم وتبدأ كده يعني ربما تعطي تعطي فرصة للاعدائك فيروز محاطة سمحيلي فيروز محاطة من 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 كل شعب لبنان جوليا بطرس انت عارفة أنه جوليا بطرس اللي أنا بكنلها كل احترام شوليا بطرس أخوها من الحلاك والأغانية الدعم زوجة الدعم الدعم من سمحة الشيخ يعني المقاومة بيدعموها صح احنا ما عندناش حد يدعمنا لا يعني يعني اشتغلنا ووثقين من بلادنا ووثقين ومازلنا نزيدوا نشتغلوا ولكن ما لقيناش سندي سندنا يقول هاكي فلا كيف تخسر حروبك هي عبر الاقتصاد يعني تكون عندك يعني بيجي تقول هاكي تعالي يا فلا نحط هاكي خذي هذا البيجي وجيبي أهم فرقات وعندنا أهم أوبرا وتعالي أنا بجازة وتقدروا تكونوا فاخورين انه تحدوا نعم نعم دقيقة فقط ربما هذا فلا أيضا انه هذا زمان ربما رح يكونوا أنا نتنبأ ربما محمد أو الزملاء يسندوني الرأي ربما نتنبأ فاتحة خير لأنه رح كان قالون الفنان وكان إيرادة ربما سياسية وانتي أدرى بهذا الشي أحلي كلام ابقى في قلبي مش دفاعا على الوزيرة التقافة صراحة يعني مثلا كلام قبيل على الوزيرة أنا محبيتهش مش لي أنه ندافع عليه سمحي لي يعني هي كنتي في الغربة وفي ضرف مادي وضرف موعين وهي فتحت لك الباب أنك تجي محدش فتح لي الباب يعني يعني نقوله محدش فتح لي الباب أنا هنا أول شي أنا أحترم كل الناس اللي تحت رئاس الجمهورية وللي تحت أنا لا أجرح في وزيرتنا لا بالعكس أنا شفتها في الأستاذ محدش بعتلي دراهم ولا بعتولي باش خلصولي لا غاد جوا برك لا غاد جوا خلصوا لي تعالى عظم محقق لقاوهم ومكسور محد قال لي كيف أش ركي تصور فيك كيف أش ركي تخلصي لشهر التاع كيف أش ركي يعني مأنا شوية وعندي نيفي لازم وعندي ناس يستنون وقت الشنطيح من هناك لا محدش ساعدني وأنا بتكلم هنا حبا في في بلدي وكي شفتها في أستاذ قلت لار أنا معاك ورانا أنا بخبرتي انت ركي يعني في ميداني انت مسكة وزارة ثقافة موظفة لخدمة الثقافة الجزائرية أنا تحت أمركم مرحبا بيك يعني كلمتها بكل محبة المساجات كلها عندي أنا أشوف باللي فلها مش عارفة أنا لش حاب وكنت هناك يا جماعة شوروني خلق حاجة لا أنا حبيت أطلع ربي في عجالة محمد بش شكوى لغير ربي يعني قصد شكوى لغير الله مذلة فبالتالي أنا النارة مربما مختش أنا ما اشتكيت أحد لا أنا قصدي نارة لأنه أنا نعرف الفنانين يعني الفنانين نحبهم لأنه نعرف معاناة الفنان نعم ونحس به الفنان لأنه فعلا يقدم فنه يبدل الأشياء وقد يخطئ ويصيب وقد يدير غنيا بذل عليها سنوات هو يكتب ويلحن وغيره ولكن قد يفشل فيها لكن يبقى عامل فني لكن أنا لا أحب الفنان الذي يشتكي كثيرا لا مش يشتكي يعني أحنا هذا يقل كل دورة يعني ألف ست شهر أنا قاعدة في البيت أكلم عدة مرات يا أختي رديليك وشوف فيلي أه 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 أعطينا برنامج يا حبيبي دايم الله إحنا مش مملكة هنا لا إحنا بلد 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 ديمقراطي مش مملكة فهم كان فيه طيب فلا هو مهوش يعني تكلم على شخصك هو عامل باش ما تسقيش الفهم أنا ما سأت الوزير أنا المتعليا أول شيء أنا أحب هي نسات بزدد لكن أنا أكلمك أنا أكلمك عندي 35 سنة في الميدان أكلمك وأكتر أكلمك وكيفاش يقولون فخامة الرئيس فخامة الشعب كيفاش يقولون أي معالي الوزيرة عبعدت لها بيكون محبة ديميساج أنا سلطانة الطرب وأنا فلا وأنا بنت بنت هذا التقافة جيتكم هاك وجيتكم من بعيد كي جيت من لايغوبوخ ديت لوتل لوتل على الحسابي ومبعد حاوزت إن لوكاسيون ضعد سيبان بخوبلا ما نش نشتلي لأنه معناش ما يخصناش ولكن في عندي أغاني موجودة وبعتلك اللي تخيك طيب جاوبيني بشي إنه هادو الأيام خطأ ممكن لا 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 بعتليه خين أفتام يتغيروا وفهمتين يعليش آخر سؤال ومزيش طيب باش نمشوا في الحلقة ما وش موضوعنا والله أنا فهمت نعم خلاص يلا خلاص طيب لا لا ولا معليش إذا تسمح لي لا ما يمثهمونيش غلط والله ما ننشتكي قسمنا لا لا نتكلم على كل إن هناك إرادة وإن هناك مواد اسمحولي العتب عن محبة وعشق بلادي فقط لغير جميل فقط لغير لا لا ياسين إنت غدوة بلك نشوفك بأب أنتم أني نشوفك بلك طب طب عليك تكون وزير الثقافة ووزير الإعلام هذه هي الدنيا هذه بلادنا وكنا لازم نخدموا فيها وعندما تكون ماسك لازم أنا حبا فيما صار فلا وصوتها وصدخوني يعني كانت فلا أنا كدرست الجامعة أناك في قايرة كان يدغنوا بيك بلك ما تعرفيش هالي شيء بس كنت حسبي مجاملة كيتلاقاهو في البلاتو ما تفهمتوش فيها ولا ما وسيئة فيها الفهم نعطيها وسيئة الفهم وسيئة الفهم بدوك نقولك هي كي هضرت على الأول الجواب على رد سؤال ياسين هي سألها على الإنتاجات الفنية هي هضرت على الدعم قلت لك بعتنا ومش وحدها بعتوا زعمة ملفات باش يدعموا أغنية هذي هي مفيدة أنا حبيت نعطي كما يقولوا يدي على الجرح ما يحسب ليفلة أنها فندانة عندها مصار عندها يعني جورج واسوف يعني غيرها بزافنا زيادوا عليها لكن ما يحسب عليها يعني خرجتها هذا فقط هذي اللي ربما تحسب عليها خرجتي أني أطلب حق الفنانين ما نش نتكلم غير عليها نتكلم على حق أين الإنتاجات أين الإنتاجات أين البلاتوهات كيف كيفاش حابين نحن في حرب إعلامية وحرب ثقافية باش حربوا هاني هنا حربوا بيا يا سلطان خليني نجل كريمة لا يا سلطان دقنا مشير باش نكملوا الحلقة لأنه هكذا ما رحش تخلص أسمح لي يا سلطان مقبل مقبل وأنا نقول لك بعد الفاصل يا سامية مشاهد الأفضل من أحلى فاصل إشهاري قصير ولا نعود يلا كم الأسبوعي وويكند شو اللي يطلع عليكم عبر قناة المهار على المباشر كل يوم أو كل صهرة جمعة على ساعة تسعة ونصف ليلا ضيفتنا هي فلا الجزيرية شعرتنا بحضورها اليوم ولكن في الإشهار سامية قتلي أنا عندي سؤال لفلا قتلها يا سامية ما دم كنت معنا في البرنامج وتجهلها المباشر السؤال وفلا رأي هنا اليوم باش تجاوب على الأسئلة تاونا و باش نقصر معها و مرحبا بيها و كل شيء يعني دار دارها أنا يا وش نسمع فلا يعني وكامل على بنا أنه فلا إنسانة ساخية جينيريز يقول لك يدها ما يشليها والإنسان اللي يدوموا وشليه ديما يعني كي يطيح بهم يلقحت واحدة فلا دين ينحضر عليك الحق سمعت بلي كانوا عندك زوج عمارات في باب الزوار وكنت يمديتي الفريق الموسيقي اللي كان معك أنا داك في فترة تسعينة أبا خطموا أبا خطموا هل هذا الخبر صحيح ولا إشاعة لا العمارات لا ما عنديش عمارات أنا بصراحة ما عنديش ولكن كي كنت مع فلان فلاني أنا داك سبقت في ناس يعني مثلا سبقت في الموسيقيين سبقت في خوتي اللي كانوا محتاجين أكيد يعني كيما جامل بافدال كيما موزعة عنده أولاد فرحت فلان فلاني كنت له يا خيال عزيز سهل يدو سيتاعي أنا لكي كن عندي أنا أمنيتي أني نعمل مزرعة كبيرة هذه أمنيتي أعمل مزرعة كبيرة وندير فيها دوزي مابلة نتعلي الوليات نتعلي في الزاقسيس اللي اللي وصلوا لسن معين والقور في وضع ونعطيهم نسميها يعني مثلا مزرعة الوليات مزرعة الفنانين مزرعة الفنانين ونشيلهم ونعلمهم ونديرهم ونعلمهم ونرسم طاولات فهذا لا صحيح يعني أنه يعني عملت هاشي والحمد لله والحمد لله أمولادهم كبروا في ذلك الله يبارك ونحن دارنا يعني محدش واخد من هاشي ماكش وحدة واحد فالحمد لله الله يبارك عليك عندك طلب آخر ياساميو هذا فقط هذا مش حبيت سي على خاطر سمعتها بزيف كيم بزيف بعض الأصدقاء اللي تقريباً كانوا مقربين لك في فترة ما هم اللي هدروا لي وقالوا لي أنه كانت مدة الموسيقيين اللي كانوا معها وتأكدت المعلومة يعني بارك الله وفيك نقول لك بالي يا ربي ما يخليكش فلا صدقيني شوفي أحياناً لما تشوفي أنه أنه انغلقت في وجهك من كل الجوانب أعرفي أنه الفرج قريب والله تتحل والله العظيم وحدة الباركة عندي صحيح والله غير تتحل والله يا فلا وماكش وحدك فامتيني معاك ربي ومعك ناسك أنا كان عندك حلم قبل قلت لي أنا كان عندي حلم ربما كانت من أحلامها من أمانيها كانت باش تلتقي بفلا الجزيرية هذا أول أمنية ثانية أمنية ثانية أمنية نغني معاها هذا الصوت اللي عندي يفلا عندك مخافة نغني معك تعتزد يفلا عندها ميكرو روي عندي هذا الميكرو الله العظيم حسب طريقة الكلام يكون عندك صوت يعني رائع عندي نغني جوست بارك بالصحة حقي أمنية خلينا نكبر كيف بدون يتحكوني يا هدو مننا هاي ملا ملا هاي ملا سنندي حكابة ما يشوفنيش هاي يلا تفضلي ماشي حنغني تشكرات حنغني ولا حتى تفضلي ولا حتى ثانية رغم حبي حستن معاك ولا مرة ثانية يرضى قلبي اقرحني هواك مش حشتقلك ولا قيلك ولا حبعتلك ولا قيلك ولا حنص النوم من مراسلك ولا بعد اليوم حغني لك ههههههههه أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك يابنس داراشد не القسنطنية الحبيبتي حبيبتي حبيبتي ابن مدينة ابن بديس العريقة بسم الله نبدأ كلامي لك صنطينا وبسم الله نبدأ كلامي لك صنطينا وهي غرامي هيا غرامي اللّه الله الله كل إمنياتكم حققت نعم الأمنيات يا عمري أنا شوفوا أنا ربي أعطالي أجمل نعمة يا عمري يا عمري رسلت كليها على المباشرة أعمال ملاييني ماذا تقولي لها؟ أقول لها أنا أحبك بزاف وربي أخليك لنا شونا ربي يطول في عمرك وربي أخليك شونا أجمل نعمة خلود 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 يا عمري تحبي مامي تحبي مامي ماشي نحبك نموت عليك طيب ممكن أطلب منك طلب؟ بيأسير غني لي مامي غنيها ماما غني لي مامي ما غني لك؟ غني لي غنيها يل مش حشتق لك ولا قيلك ولا حضعت لك ولا دي لك ولا حنزن من مرسي لك ولا بعد حغني لك لا يا عمري زي 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 أسمعي غنيتلي واحد الغنيا هديك النهار وفاجأتني فيها ما نعرف خليجية ولا ما نعرف غني حالي حنبوك جالي صبوع وحنية قال لي ما تبكي بشاها نطلقها ونوليا هلالالي انا والعشراكي تهولا يا عمري شكرا بيك طيب هي أغناتلك شكرا 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 خلود حفيدة في الجزائرية كنت رح تكون سكينة ولكن أعطتنا خلود سكينة أعطتك خلود نعم هم دي جايبانو كل خواتات يعني ما شاء الله يبانو كل خواتات تنمشي مع سكينة اللي تصغرني ب عشرة سنة يعني سبعتاش سنة صغيرة عدية سكينة هلوغ تمشي معي بلك تقول لي ماما قدام الناس اللي تقول لي ماما هي خلود أربخ لهم إن شاء الله خليل عزيز طيب أنت ربما سيدة فلا يعني تزوجتي صغيرة صح طيب ما هي ربما ناصحتك لي هل ندمتي ربما هل فرض عليك زواج هل لو أرجع بك الزمان لهذاك الوقت كنت ستتزوجين صغيرة ولا العكس شوفوا أنا بابت سكينة جاني من طبق ذهبي بس كنت يكبرني ثلاث أخواتات ماشي مزوجين مازال وكي جا بابت سكينة كان هو هو أولاد يعني قلت هدي جا من أولاد هو كان عسكري يعني من أولاد الشهداء اللي أرباهم بو مدين فجاني على طبق ذهبي لأن كان عاشق الصوتي يسمعني نغني البيانو شعرتوي دونك لولا هو ما كنتش غنيت بس كي بابا ما كانش مخليني نغني غير في العراس النسائية دونك كنت زوجت أخد حريتي و جبت سكينة فمن هناك انطلقت إني نقدر نغني في كيفاش كان أول لقاء ربما السيدة في الله بالنسبة لبابات بنتي كان يجي لبابا كان عنده صالون وين إنسان كريم جدا وينما طيب شخشوخت ولا الدراج طيب كان دار عباب سام عامر بالمفكرين والأدباء وحتى يعني عم ابو مدين كان يجي شريف مسعدية كل هدول الصالون جميل جدا ربما فلا لو اليوم تطلقين على حياتك عنوان لكتاب وش رح يكون عنوان هذا الكتاب بنينا يتحطم لكن البنيان في ساس تكسر شي يعني بنيت على أساس على ساس صحيح افتكرت إنه تحطم لكن البنيان باقي ساس جميل ساس علال عجبك العنوان انت صلح حالي كده يعني ما نصلحه بناتنا باش نكتب كتابي إن شاء الله إن شاء الله لازم لازم طيب هل رح تحكي كل الحقائق فلا؟ لا 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 لما يكون في شخصيات وش الحقائق لم تقدرش تقوليهم يعني هل قلت كل شيء فلا؟ لا لا في أشياء يا سلام في أشياء مع يعني يعني فيه والوزراء والرؤساء الجبهورية ونسوانهم وهذا فكل هذا يعني بيتحكى بطريقة برقي برقي ميمنون داندون قلت حاجة قبلك كنت تضحكوا فلا خممتي باش تديري كتاب؟ مخمة فيه مخمة فيه كنت خايفة في الأول وبعد فكرت كنت لا يفلة بالعكس أنت الشخصيات هذه اللي دايما كنت تلاقيهم فيه عوائلهم فيه اللي دعموني منهم دعموني منهم وقفوا معايا منهم من يعني على سبيل المثال لما تشرفت لما كنت لقيت مرت سوها سوها مرت 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 ياسر عرفات والبنت زهوة عندي صور معها زهوة رحت للمستشفى ولا يخفى عن عن الجميع أنه أعز أعز الناس المحاطين بمرت يعني ياسر عرفات هي ففيا عبدولي متزوجة معه ابن فلسطين اللي هو في مكتب يعني فيه أشياء جميلة يعني كواليس وقدافي معامل القدافي لما جاء الجزائر آخر سفرية يا الله يرحموا قالهم جيبوا لي فلة ورحت أنا ونعيمة وفلة وديت معايا فلة يعني أنا وديت معايا وليد ربح درياسة عبدود رياسة ورحنا وغنينا وكل ما نجي نغني الشيء غير صحراوي ولا جزائري يقول لي غني جزائري مغاربي مغرب العربي طيب فلة وش علماتك الحياة يا فلة ربما شابات كتير يشاهدوا فينا الآن وش تقدري تقولي لهم وش علماتك الحياة وما هي نصيحتك لهذا الجيل يا فلة أه الحياة تعلمتني أنه الضربة اللي ما تقتلكش تحييك أنه كل ما تتخطى عراقل تخطاها ما تشوفش وراك أمشي دايماً دايماً خليك في النقطة الهناك يعني حتى لو في حجر لو في شو هي شو حتوصلي خليك دايماً لا تشوف من عندي انت عارفون أول مرة أقولها عندي ميموري إحنا عنا في المخ عندي ميموري كارت كل شيء نيجاتيف سلبي يتمحها يعني أفتكر شوفني أفتكر أغانية أو ريبرتورات والأشياء الجميلة في حياتي أفتكرهم عندي كخط ميموري تحرقت كخط ميموري تسمعها نيجاتيف تحرقت مشاهدة فاضل إلى فاصل إشهري قصير لا نعود فلا الجزيرية مرحبا بيك مرة أخرى سيدة فلا سيدة فلا كنت وجهت لك سؤال سؤالين في سؤال واحد جاوبتيني على سؤاله وما زل ما جاوبتيني على سؤاله أو سؤال الثاني قلت لك نصيحتك مهوش سؤاله ولكن حبيتك أعطي نصيحة ربما للجيل الجديد لفنانو الجيل الجديد وحتى ربما شفنا إحنا مواقع التواصل أيضا أصبحوا من بين الأشياء اللي أصبحوا يديروا شهرة لبعض الناس لأنه موضوعنا راح نتكلموا على الشهرة إذا كفان الوقت كان بعض المشاهير شفناهم أيضا أصبحوا فنانين مواقع التواصل الاجتماعي ففلا الآن أنت عندك مواقع التواصل الاجتماعي وتشاهدي على التيك توك أو على الانستغرام بعض الفنانات الشابات طيب رسالتك لهؤلاء ولكل ربما الشباب اللي شاهدوا فيك الآن تفضلي والله أنا عندي رسالة أوجهها إلى كل الأصوات اللي كانوا اللي خرجوا من عندنا واللي موجودين ما تقطعوش أمل كيتشوفوني أنا هكدا يعني العتب عن محبة يعني مثلا كنا نتكلموا على الوزيرة الحالية وبعدها يحيكون وزيرات أو وزراء هذا من محبة من محبة بلادنا أنا نتمنى أنه يسهلوننا ونعمل شركات إنتاج وتسجيلات على مستوى رفع لي أتبنى ونتبنى أنا ومجموعة من يعني من الفنانين اللي عندهم خبرة كما أنا كما أخويا فاروق الجزائري وكما عدة موسيقيين وكما كاداغ الانجينيوغ تاع استوديو كاسبالي ما نسالك شخيرك ماخسين انك صبرت عليها على هاد الاغنية اللي حين تسمعوها أنه نعمل لهم شركة إنتاج وأنه نعمل لهم ديتوغو نالجيغي باش أنا لا أربي يفتكرني يقعد المشعل بين هاد الأصوات وأنا مستعدة يعني لو يسألون مستعدة أنه نعطيهم دروس كيف مخارج الحروف وكيف هذا هو منيتي أن نقدم ثقافة تكون دات مستوى ونرجع نقول العتب عن محبة معالي الوزيران نحبك بزاف وأنه نحترمك ومعنديش أي شيء أنا هيدا هذا استفادة لبلادنا وهذا هو طيب ولكن أنا أحبك تعطي نصيحة ربما للشبات والشباب الجزائريات إحنا هدرنا عن شركة إنتاج ولكن كشباب يشاهدوا فيك الآن وش تقولي لهم أنتم بلك حتى الشباب يواجهوا عرقيل يواجهوا ربما ما نش نحكي على عرقيل مادية يواجهوا كلام يواجهوا تعليقات يواجهوا يواجهوا فشل نعم ما كانش حاجة تتشجعهم يواجهوا فشل كي يشوفوا صوت كما مهاجرين ونداربوا يقولي كيفاش نلعبوني يقتعي كيفاش ندير أنا الرسالتك نعم الرسالة اللي قلها لهم أنه قسما بدم شهدائنا الأبرار لن تمسكم يا أحفاد الشهداء وقاحة الأشرار فستبقى الجزائر قبلة للطوار وقبلة للشرفاء الأحرار عبر أصواتكم نحتاجكم للأنشيد الوطنية للأغاني وإحياء توراتنا لا تقطعوا الياس كما يقول فخامت الرئيس سي عبد المجيد تبور بيطول في عمره إنه شدوا شوية ما بقاش فاتل كتير ما بقاش بزيف كاين الرجال اللي راهم شايفين فما تفشلوش شدوا بياه وشتغلوا ودايمن سمعوا تورات وسمعوا عدة موسيقى نستنى وكنا نستند باي إن شاء الله إلى إن إحنا يعني يتفتح لنا مجال الإنتاج توني بياً جميل جداً فلا الجزارية في قيمة نجاحك هل تشعرين أو هل فكرت في يوم ما في الاعتزال؟ لا لم تكن فكرت أني أهدد لما وصلت بياه أهدد أني أنا راح أعتزل إذا هذا فلاني ما راحش يتغير يعني هذا الفلاني ما يعمل ولكن أعتزل يعني أتمنى أموت ولا أعتزل لأنه يوم ما راح أعتزل راح يفيد صوتي أترى ما موجود راح يفيد في الأنشي الوطنية في المدعح الدينية في أغاني الأطفال في ليش يعني الطير لما يكون في القفص مهما كان مسجول ما تقدرش ما كش حد يقدر يمنعه إنه يغرد عبر القفص يعني فلها راح تكمل المسار لعندهاش عمر معين ربما للتوقف عن فنها ومكلسوم كوكب الشرق نعم ابتدت من في عمرات ١٣ سنة بتجويد القرآن ومبعد بأغاني ها فلو فكرت تهتو الأفلام إلى أن غنت حكم علينا علينا الغوان وقعدة نمبر وان بعد هذه الأغنية اتوفت وهي مازال التعضي لطالما الصوت موجود والحمد لله أنا مسك الخشب أنه صوتي مازال موجود وألحن عندي ريبرتوار كبير في الحين وجهة تحية للوندا وجهة تحية الديوان الوطني الثقافة والإعلام لاحك يوان الوطني للثقافة والإعلام لاحك ولا بوغندورة بوغندورة نعم يوان الوطني للثقافة والإعلام عزتنا والله أنا تشرفت يعني تشرفت بإنسان رائع وغير يسهلونه برك البدجي بش يقدر نقدر يعني نقدر ها؟ يسهلون البدجي لأنه يعني هذا هو إنه خلونا نشتغل وخلونا بجنب يعني هذه الظروف القاسية خلينا نعطي أمل للشعب الدنيا ما خلصت نحن 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 يعني نحن 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 ولكن كنا نغنو هنا وحسني والله يرحمه كنا نغنو على السنك جويه لنعطي أمل لنقول لا الجزائر مراحج فهذه يعني جميل طيب لما ربما فقدت الوالد رحمة الله عليه سيدة فل هل ندمتي ربما على أنك لم تحقق تحقق له شيء ربما كان يحلم به وأنت كنت يحبت ديريه ربما هذاك الشيء يعني أنا على فكري أنه قد ما قد ما تروح منا المكة حافي نعم أخذ دعوات الخير بأنه ما خليت ما خليتوا يحتى حججتهم الحمد لله ويه 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 ما خليتهمش ما خليتش كنت سبق دايما في في بيتي وفي أهلي وبابا كان كان يعني فخور والله العظيم جميل لو نقول لك في العائلة ويش تقولي لي؟ نقول هاي عائلتي أنا عائلتي هم الفنانين أنا عائلتي هم الفنانين شفت ورا وابن تركي هناك شفيت على هات الصورة؟ شفيت على هات الصورة؟ شفيت على هات الصورة بعد هات الشيء صر للأسف لا يعني أنه كيف ومين؟ محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب موسيقار عمل من غير لي وتوفى يعني كان فيه علامة استفان بعد هات الشيء وبعد ما توفى أحبيبكم المجهد الطيب اللي قدام قدرتوا في بنته حالا عالي أنا ما نشي نشتكي يا أخي موسيقى موسيقى أنا إذا تسمح لي حبا وإنها سؤال لسامير لوليدي سامير طيب سؤال سامير يا ضرق سامير موسيقى موسيقى قلبه ما هي؟ ما هي؟ الوسيلة لتحسين البيئة أو المجتمع ما هي أول وسيلة؟ المجتمع المجتمع هي نحن قريناها بكري يقول لك الأسرة الخالية الأساسية لبناء المجتمع لبناء المجتمع ناجح نعم نعم يعني في الأسرة يعني من التربية تبدأ من الأسرة بش تكون عندك مجتمع بس كلينا نشوفه فيهم مضرها شكون خرجوا من الأسرة من الأسرة عندك الوالدين ديجا كي صلحوا هادو الأب والأم حي يعطوننا جيل صالح الحمد لله هادية 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 ببناء والله نقول لك بلك مشي شر مي في أغلبية أغلبية بس كا احنا نشوفه احنا نشوفه احنا نشوفه يعني بعض الأولياء كي تشوفيهم الغالب تقول لي هادو ما كيفاش عندهم مدراري وش راح تسنيم أولادهم بش يكونوا بش يكونوا ولكن كاين تلقى تلقى أب وأم ربما يعني ماشي ملاحة تلقى بالك بأولاده يخرجوا ملاحة انت معا طاولات الحوار لإيجاد حل لفوضى أكيد لا انت معا حوار احنا مدام اه وناس يعني متحضرين ومتقفين يعني الحوار أول شيء حتى حتى المجاهدين والبايك بدأوا بالحوار مدرحوا الحاجة واحدو خلاص اي والله احنا يعني طلبت منك هاد الإيجاد لان انا ما عنديش حد ناظر معاه الا ناظر معاه روحي احنا احنا هل محانش الوقت انه يعملوا دي سنتخ تقافة وين الأدباء والشعراء والشباب نجتمعوا فيه ونجد يعني نطلع بفكر وبتحليل حلول وحلول نعم هل يعني هذا ونقابة الفنانين كذلك معناش نقابة الفنانين اصدر لأول مرة منذ الاستقلال شي جميل هذا لأول مرة لا المطلب الأول الفنان الجزائرية هل اصدر كما كنت تتخيليه؟ هل اهتمتي به بأنه حقوقك ستعود ربما؟ ما عندناش انا اوجه نداء الى المسؤولين وإلى الجيش الشعب الوطني ومنهم يحيي غيروا على هذه البلاد كما احنا قاعنا غيروا عليها أتمنى انه يعني نخلق يعني نقابة الفنانين نقابة الفنانين هي موسيقيين خلين نقول موسيقيين يا سيطان لوكال سيطان لوكال وين ممكن يعني لتهديب الاذاعات والتليفزيون واذا في فيلم تكون تعدي على نقابة وأنا يعني يريد تكون انت رئيس للنقابة لا نعم لا هو لماذا ما كانت نقابة مين احسن منا؟ لماذا؟ هل كان في مشروع زمان هكذا في مشروع نقابة موسيقيين مغنيين كانت مطروح جامل طرحات أنا طرحت عدة مرات في نداءاتي لأنه أنا ما نعرفش وين وين روحوا بالشي اجتمال حاكون ما نقول لك كلمة يقول لك هاي بدأت تشتكي أنا أطالب من زمان إنه يكون في نقابة الفنانين صح مهمة مهمة نقابة الفنانين هي لي رأي تحمي الفن في مصر صح وأنا بكينا شروط حتى نتكلم صح أنا نسق سيك عبدالي أنا نسق سيك نقابة الممثلين على بلك يكون شروط يعني بيش تدخل تمثل مصر حبينا ولا كرحنا يعني هي أم الدنيا في التمثيل والصناعة وعقوبات كان صعوبات وعقوبات بيخلصوا قرائبهما كل عالم يعني حتى بيش تغني أو بيش تمثل لازم تكون درست عندهم تمثيل لازم تكون خريج المحد للسينيما وما بيش يحميه والفنانين تاوحهم طرحة المشلة مع جامل سليمان صبري لازم سواء تكون عندك الجنسية المصرية أو درست عندهم ولما درستش عندهم عندك فرصة لتمثيل مرة واحدة في السنة لأنه لازم تعطي فرصة للآخرين التنظيم شي مليح للأسف التنظيم عقوبات للفنانين هل سنرى؟ هل سنرى؟ طيب خلينا نقولكم فقط اللهي أنا أنا أعتقد نقابة مهوش صعب مهوش صعب لكن الخلافة أنا شايفوه مهوش دور الدولة ولا الوزاع الفنانين ما يتفقوش لا يتفقو الفنانين هي نقابة كم تطلب؟ خمسة عشر واحد أو أربعين واحد تخدر دين نقابة يعين علي لماذا ما يجتمعوش هادهم هم يجتمعو في المقاهي يجتمعو في النميمة نقوهم في تونطنفيل لكنهم لكنهم كيتجرح للصح باش يقدموا ملف ما يقدموش ملف ميبسع أعضاء النقابة اللي رح يكون لأنه يقولك لماذا في الله؟ نعم لأنه الفنانين عندهم الحسد بينتهم عندهم الغيرة بينتهم وعندهم الأمراض النفسية لا أنا لكون جايدك في وعندهم ثاني وإشنا يقولوا أنت تولي مسؤول عليها لا 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 أنا أنا اللي نقصده صح أنه موج ضروري فنانين يكونوا نقيبين في موسيقيين في كونسرفاتور يعني من المجال الفني مش ضرورة مغني أو رسان لأنه علاش هم يقولك نسمع هذا السؤال عندي اسمحيلك كلام كبير يعني أو إضافة نسمع هو مفيدة تعرف هذا الشي نقابة الفنانين نقابة الفنانين أوكي العمل النقابي رو تابع لوزارة العمل والفنان لازم يكون موظف باش يكون عنده لكن تخدم جمعية وطنية لتحمي أو يشرفوا فيها الفنانين كبار يعني لكن هذه الشي دايما تصطادم بعدم موجود رغبة عند الفنانين إذا أخذناها من هذا الجانب عند بعض الفنانين لا بدش طايق التاني هذا هي بس لما تكون إنه هادي دارنا ورح يتخرب أي نجمعو فيها ما هو جدوري نجيب في عشرين مطارب وعندنا يعني رسامين وعندنا كتاب سيناريست وعندنا دي جن تخيز انتلكتولي ممكيسان على الاترانجي نجيبوهم ونضيرو هاد نقابة الفنانين باش نقدرو بجا نبدا نعمل دي جران ستوديو د انجستخمم انتاج فني جزائري 100% بس صحيح الله كلام كوال كبير سمحي لي وش كان يقول لك محمد وعندو الحق احنا لما نخمو في نقابة هنا نخمو شكون يراح يشدو يكون رئيس لتاع النقابة يقول لي هوا سمحي لي انا نكو رئيس لتاع نقابة ها يا جات كنايري خلاوك معليش ماشي انا شكون الامر الناهي في هاداك النقابة لازم واحد يكون امر ناهي امر ناهي كاين بندعماش كاين بندعماش مفهمتينيش فلا قلتلك لما يحبوا يديروا نقابة عليهم انتش حدش من الستينات والفنانين يحاولوا يديروا نقابة سواء الكتاب ولا الأدباء والفنانين ماشي نقابة لا فرق نحكي لك عن نقابة لما يتلموا يديروا نقابة هذا يقول هذا انا لي نكون رئيس انا لي نحكم انا لي ننص القوانين انا لي نستلم الانفلوب كيف نحكي لك انا نحكي لك على حسوائح احناك يحبوا يديروا نقابة واحد نادر ضجة اعلامية مخرجة كتعارفية مفيدة نادر ضجة ومننا ونديروا نقابة ابن هار جاي يدير نقابة يتغل صحابه مفيدة عندها رأي اخر مفيدة عندها رأي اخر مفيدة عندها رأي اخر لتجنب كل هذا الشي أنا نعطيك من الاخر طيب بعدين مفيدة عندها ومتطور اسمح لي أعطيها من الاخر لتجنب كل هذا اللي انت وانا وانا وانتا نجيب الانسبيكتر يجيب كل ملفات اللي هيكونوا واش خدمت واش كتبت واش كتبت من انت؟ من اللي عنده كفالة في انه يكون هادشي بتصويت بتصويت هكدع كل شي له حل يكون واحد عنده دوسي تاعه اكس مثلا ايه؟ بالتصويت تصويت اغنابية بعض الفنانين ما يقبلوش يكونوا يعني ما نسمي بعض الاسمال يدارو باركور خاصة في ترونجي في الخارج ولكعنا باش ندير نقابة ونقولي هذا معي عضو ونقعد مهما عندي لا الوقت له ما عندي نفس المشكل المشاكل المختلفة يعني في كين حساسيات هي اللي تخلي خاصة في الموسيقى الى متى هنفضل متفرجين هكدس تلفزيونات الخارج نشوف طيب في عجالة عطيني مفيدة لانها قدرت ديزلايك على سامية باش نعطو لها حق رد فضلي مفيدة في عجالة يلا اما هضرتش خلا خلينا نهضر نوضح واحدة النقطة بركيا ياسين في عجالة ما انت عرفني من انت فلسفش بزاف سامية على هضرت لها هذا على هضرت لك هذا يا سامية موش معانا هذا اني منتفقش ما كلامك لكن كين فرق بين نقابة الفنانين وقانون الفنان المجموعة اللي كنت تحكي عليها وانا نعرفها مليح هذيك مجموعة ممثلين يعني فنانين ممثلين مصرح او تليفزيون والفن يشمل كل الفنانين فيه الكتاب الادباء الرصام هذو كانوا يديروا في في حاج كما قلتي دي كلان نقولوا ان كلان لانه ما تفرعش كما قلت ما ديوش ناس كوفو باش انت تقرر ما صاري انا ولا ما صار فلا ولا ما صار اي فنان واحد اخر يعني الفن هذا ماشي فنانين ولا موسيقيين بارك ماشي ممثلين اي كتاب يشمل كل واحد بلك عنده انضان شعر اي واحد هنا المشكلة يا ياسين انا نثمن القانون فرحانة بزاف ما قولك شميني شي فرحانة فرحانة بزاف بزاف لانه علاه هنا تقدر تقول انه معطرف بيا انسان معطرف بيه كنا مش معطرف بينا كما طفل بلك لقيط نقدروا نقولوها تسمى فنان او فنان ما عندك حتى قانون يحميكم ما عندنا ويلو لكان بروديكتورياك لكان هيئة لكنا نخلصوه في 2013 نقص العام هذا ولينا نزيد نزيد الكاشي ماشي يرجع يقولك ما عندك ويلو يحميك انت شكو كاين مواد كاين مواد ومارسوم رئاسي هذي حاجة لك انا ما رقدتنيش حتى نهبط وقريته وفليته بالرغم انه في هنا قائس ما نقولوش انه كامل ان شاء الله يداركوا بعض المواد وزيدوا يلحقوا مدام داروا هذا اليني سيسار ان شاء الله يداركوا بعض سوف نذكر منهم ثلاثة انا مانيش كونتر انه نخلصوه كي الناس نطافد قال كيف نخلصو ذرائب انا مانيش كونتر بصح بشرط كترلي الانتاج متخدمنيش مرة فالعام تقولي تخلصي الذرائب برافو برافو نخرج عندي نقطة تانية نقطة تانية فنان لبس عليك ما تقدرش تدي سما هذي هنا بلاك يودين دخلوا معانا لزخشي تاك هذي نهضر هذي يعني نورمال مو يخمولها شوية يا ياسين بشي وعلينا شوية لعب كينا حاجة ثالثة ونسكت اللي هي سواو بين الاداري والفنان وهي هنا المساواة شوية قاسية الاداري عنده شهرية كل شهر حتى كيخلص الضمن الاجتماعي صحي خلصها ملاباي وصحنا كيما نخدمش درس سبع شولة ثمانية شهر كيفا هنخلص الاشتراكات تاعي الضمن الاجتماعي كيفا راح نعيش هذا في حالة ما إذا خدمت خلص بالكوتيزاسيون يعني تعال كوتيزاسيون تعمل لازم تقرأ القانون باش تفهمي هذ الامور قانون واضح تعمل كوتيزاسيون سوف يدر الضمن الاجتماعي أنا لنكوتيزي واحدي بموش أنا على بالي علاج اذا نحضر لك أنا مش الضمن بشراح نخلص أنا مفيدة ما نخدمش ما عنديش ما تدخل شهر كوتيزي عندي ثلاث سنين كوتيزي كي ما تخدمش بها تكوتيزي يعني بنجيل لمها ما تفهمني علال كيس وش تخلص في العام كي تكون خدمة كوتيزي ما فهمني هي فعلها ما تدخل سنوية ويتحسب ما تدخلش بالشعرية معليش بالصحوية تحسب بالسنوية أنا ما عنديش مازال حبابك مازالت لي نقطة مهمة علال لازم المنتوج يكتر هذه هي لازم يدير لنا يدير لنا إنتاج فاهم يا ياسين هو دار واحد القانون مليحي يقول لك اللي عنده كاردارتيست سما من أهميتها انه هو الأولوية سوا في المسار نضع لينا كممثيلة هو اللي عنده الأولوية يخدم بس هم بعد يجيك مخرج ماذا يقول لك ماذا يقول لك المخرج؟ يقول لك أنا أسحق البروفيل ثم هنالا كاردارتيست ما فاهمني في الكاستينغ لا تاكلش حاجة مليحة داروها باش العبد ما يكذبش طال أطفال انه باش يحدد للطفول الصغير انه يخدم ساعتين في اليوم برافو تسمى الطفول الصغير ما يقدرش يخدم ما يستغلوهم سبع سواية هذي حاجة مليحة بين بداوي احتياجات الخاصة ونبقى نقول لك باللي فرحت بزيف وبقيت من السنة حتى نهبط وقريته وان شاء الله ان شاء الله يتعدلوا بعض النقاط ان شاء الله هذا انا حسب ما اشوف حسب ما اشوف حسب ما اشوف نزلكم عن النقطة باش نروحوا إلى موضع آخر في الله حسب ما شفت من خمسة وعشرين سنوانا دو 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 اللي كانوا صغار على الواجهة اللي هما يخدموا يخدموا داي من محبسوشا كبروا كبروا كيفاش طوالوا ثمانوا بس حانا ما كبروش ما زالوا هما يخدموا يدروا ما زالوا هما التعزمان هاد الشيخ خطير جدا انه لازم يؤخد باعتبار دي النوفو اللي خارجين من الكلية يكونوا دي كونتابل دي كونتابل كما الكيب اللي شفتها هنا ما شاء الله اللي سخيبت اللي جان دي كونتابل أنا من عام دي القيوس قاعد نحوا بسع خلا ويتع الواجهة كبروا طوالوا ثمانوا وهنا ما زالوا صغار طيب فلا نعطولك بعض الصور مع الزملاء لايك لايك اعطوني بعض الصور لفنانتنا فلا لبعض الفنانين انشاهدوهم مع بعض تعلقين على كل صورة اياه فلا اعطيني الصورة الاولى من فضلك مع المخرج يلها اول صورة اه نوال هدي امال امال بوشوشا امال بوشوشا امال بوشوشا ربي وفقها انسانة راقية جدا ومتزوجة لبنانية وربي يخليها وان شاء الله يجيبك لبلادك بس كنا بزوان دوتو امال وحي بلادنا شبه جميل شكرا لك فلا فيه صورة اخرى ايضا مع الزملاء نشاهدوها مع بعض معنى هذا دي جي سناك المايا يشتخللي سعير ياسم انا بدي اللوك تعمل وانوكري مع قلته احباك دي جي سناك سنيك افعال افعال الافعال دكتلك دودة يعني جبت قال فنانين يغنوا غير اللبه الجزائريه اللي ما جبتهاش لماذا يا أخي؟ لماذا يمكنني أن تساعدك؟ ربما يمكن أن يجمعكم مع بعضك؟ يا أخي، أنا الذي أريد أن أقوم بإمكانكم 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 هناك صورة أخرى من فضلك، أعطيني الصورة هذه كنزة صحيح كنزة الحبوبة التي تدرب، كنت جنفة كوراجزة، يجب أن تقوم بإمكانكم بإمكانكم لا يوجد أشياء، لا يوجد أشياء، لا يوجد أشياء، لكنها قمت بإمكانكم جميل، شكرا لك فلا، هناك صورة أخرى أيضا مع الزملاء يا فلا مريم مريم إلى وجهة زيريا كنت يعني ما عنديش حق لأنه هي عندها ما شاء الله محاطين بها ما شاء الله جميل شكرا لكم فيلم عليكم في الفيديو طيب باش نوضحه فقط، لماذا درتي أهكدك في الأربع؟ هذا نوع من نفسك؟ سباح الخير والعالمية فيروز؟ لا فيروز بعد فيروز؟ بعد فيروز؟ نعم لا، بعيد عن فيروز يعني بعيد عن فيروز أنا أشوفي هي مدارة لوالو المخلوقة وعندها سان بتي ستيل، إنما عاش منعرف خطواتكم، مش وقدكم متقارنوش نفسكم في فيروز، نقعد عشرين سنة ونقعد حتن ولي بالعكازة، ومنقرش عندي واحد فلمية من فيروز، زعيب نعم جميل، فيه صور أخرى ولا خلاصوا؟ فيه صور، نشوفه أموعة الزملاء، فيه صورة أخرى ربما أخيرة، يلا، صورة أخيرة آه، سول كينغ، عنده واحد طريقة تاع المغنى، ولد زير ولد صواني، أنا ما نعرفوش حقيقة، وإن شاء الله يجمعنا شي شغل مع بعض وإذا لا، يعني، وينوت كونتخيبوي، بيانتو كلكم رح ترجعوا للجزائر، بيانتو كلكم رح ترجعوا للجزائر لأنه هذه بلادنا جميل، نروحوا إلى ترند آخر صنع الحدث هذا الأسبوع، مشاهد الأفاضل قبل ما تخلص حلقتنا لنهر اليوم، لازم نحكو على بعض الأحدث لصرات الأسبوع هذا اللي عنده تعليق على الترند، هذا ما دا بيه يعلق عليه، عندنا أول ترند، وهو مواطن من ولاية الأغواط يتبرع بسيارته نصرة لأهل غزة يا فلا، ما رأيك؟ شيء رائع، والله يعطيك الصحة وبركة الله وفيك، والله يقدرنا إن شاء الله نعملوا انتريتون تانيك، أنا حاضرة، أنه نلموا كل انتريتون نون ستوب، ونلموا إن شاء الله قطعة عالية، يا صدر يقول لي؟ أكيد أنه يعني هذه قضيتنا وقضية الجزائر، والجزائر قضيتنا كذلك وأنا اللي كتبت، قسما بدم شهدائنا الأبرار لن تمسك وقاحة الأشرار، فستبقى لزائر قبلة الثور وقبلتنا الشعفاء الأحرار نعم تفضلي مفيدا. أنا شفت هاد التبرع اللي دارو. عندنا صور معزيو. مما حليم على الزوجة وتال أم تاعو. كاين بعض التعليقات أنا قريتها قليك رياء ومشي رياء. هذا تحفيز هو دار هيك. باش الناس تعرف درهمها والراحت. وطار بلي تحفيز كاين الناس قادا تتبرع وكاين حويش قاين يروحون. بالنسبة دا رائية. مشي رياء لأنا مشي رياء باش نقول لك أنا نحن راح نتبرع الغزة بلك أنا هدي تسمعني وهذاك يسمعني يتأثر بي ويدير نفس هذا يحسب لي. تسمى فيه ميزان حسناته إن شاء الله. أنا عندي وجهة نظر كذلك أو شيء أضوي عليه. أنه أكبر ملياردير وأهم دي جي في يونيتد ستايت. ليعمل بلو جرانز شانتور. هو فلسطيني. يسمو دي جي خالد. وأنا في الاتصال مع أمه وأبوه وأصدقائي كده. طيب هو وش قدم الفلسطيني. نفسي عارف. بل كي قدم الفلسطيني ولكن ما حبش أنه يوري وش يقدم. نعم. كين ناس تقدم الفلسطيني. كين هذا التعليل. لأنم يتعرضوا لهجوم. يتعرضوا ويه. كين أصحاب بلوك كذلك. وتهديد أيضا ربما لو يقول لك أنا لو نمد أو نساعد راح يتهجبوه يعني. نعم. نعم. أول حاجة الحفلات راح يصحبونه من النوع. طيب راح نسمعك أغنية يا فلا مع الزملاء. مرفوقة ببعض الصور. لكي وش فيه وقولي لي بعدها وش حسيتي. يلا. أعطيني خلي فلا تسمع. نعم يا فلا. وش حسيتي لما شفتي هذا الصور. حسيت أنه هاد الصور والأغاني اللي مازال ما تعرفوه شو موجودة في المكتبة نتاعي. جدا فخورة فيها. وجدا ما ضيعتش وقتي. وباش يدير عيبك باش يدير آن فيديو كليب. أنا صار عندي يمكن أكتر من مئة كليب. باش يدير فيديو كليب. تنود عربعة سباحة. وثلاثة أيام تصوير. وكذا ومبعد تعود تشوفه. ولما تعدي على محن الحياة ككل الناس ما نش وحدين. نعم. وتشوف تقول الحمد لله أنت عملت إنجازات يا فلا الحمد لله. يعني غدوة بعد عمر طاول يحطو لك يعني خليتي مكتبة لبأس بها الحمد لله. يعني قالوا ما قالوا وهي هي في الشاوي في النايلي في الراي في غنيت كل الله يعني يما فكرة. هل تخاف فلا من العمر يا فلا؟ لا لو كنت خايفة من عمر كنت خايفة الآن لأنه عمر مش صغير. فخاف من العمر هذا يعني اللي ربي يحبه يخليه صغير. كنت صرحتي في إحدى التحصريحاتك يا فلا أن قلتي أنا شوهت وجهي بعملية تجميل هل ندمتي على هذا؟ لا أنا ما شوهت وجهي. أنا عمليات التجميل ما عملتش عمليات تجميل عملتهم بتي تغمى ويعاودي يطيح. يجب أن ترح أن نزيد واحد. هذوك اللي أنا ضدهم وأنصح كل الناس ببلك وديروا منهم هذوك اللي باري اللي ينفخوه. بس كنا جان فيزاج هتشف اللي فيزاج تخيفها. أنا أنصح بأنه تعمل خيطين في المرة السنية ولا في المرة أحسن ما تنفخ. النفخ ممنوع لأنه النفخ يقعد الداخل مدخلش نحيه. حتى يتوزوا أسنين ها وبدأ سباد وشي هكذا. ومزعتي أنت هذك النفخ؟ ها؟ عندك واحد ثلاث سنوات ولا أربع عام؟ يودي حلي تشال ومازال مازال هكذا ومازال. لذلك أنا يعني الحمد لله أنه الكل راح لفترة. راح لك ايه؟ الآن مازال الدكتور قليبان ما يروح؟ شب؟ نحنا دك شوفي وشي دي لك الإبر. الإبر نفخولكم بعد كي يروحوا يحبطوا. قصة حتحبي حق فلا. حلينا نروحوا إلى شيء آخر يا سامي. هادي برك والله باش منساهاش. أنا شخصيا نحبك قبل عمليات التجميل. كنتي فوبيا ما فهمتش. كانت عالي نعمل لك إبرة. هادو كانوا يديروا باش يحاولوا يقول لي بشابات. ابنتي يوما كان يدخل يدر كماني شابات. تهب لي خموص. نحكي لك على بكري كنتي نحبك. حدت هادية وديو كانت تشوفي واحدة. يدربوا بك لمتال في الزين يا أختي نوات الحد يقوله تقول في الأعباب. كانت شوفي واحد اللي كانت سامساكن كالبوبيات كانوا. على أجل هاد النفخ تعله بوتوكس. بريكو بوتوكس. شيء. طيب فيلا وصلنا للأسف الوقت مشاء. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. رح نخلي كلمة الأخيرة قبل ما تعطينا إصدارك الحصري. مشاهد الله فاضل إصدار حصري وأغنية حصرية لأول مرة ربما. عبر شوشات التليفزيون رح تسموها. جديدة اكسكليزيف. عبر شوشات التليفزيون رح نشوفها مع فيلا الجزارية على المباشر. ختاما كيفاش ربما وجدتي البلاتو. كيفاش كانت الحلقة. كيف حسيت رحك بيان. ورسالتك ربما للناس اللي شافوك. الحقيقة أنا يعني ظهوري صار نادر جدا في البلاتوهات. وهذا مقصود مني يعني. ولكن في هذه القناة الجميلة. أشكركم وأشكر كل من ساهم أنه يعني يعمل إعداد البرنامج. ويخليني نتكلم كل رأني في الدار ونسيت والله نسيت أنه في كاميرات. ووضحنا أشياء جديدة مع الكيب الجميلة الموجودين الأخوات الجميلات. وأخي العزيز هنا اللي يحب وردة خير مني. ما عليش أنا ثاني نحب وردة. إن شاء الله تكون فكرتي وصلت أنه كل ما هو كلامي يطلع تلقائيا. لأنه أنا ما نش كاتب حاجة ونقراها وكده. هو غير على بلادي. وهو إنه حب نشوف يعني. إحنا بلادنا أحسن بلد. ولكن في التقافة. التقافة تلعب دور كبير. التقافة لما تتروح أي بلد تقول يعني الهند. مين رئيس جمهورية الحين. ما اسمه كل ما عرفش. نعرف باللي أميتا باتشا من الهند. نعرف باللي شاروخان منا. فالفنان يلعب دور كبير. لي وجهت وطنه وبلاده. أفكدينيتي. وإن كان صدر مني كلمة من القلب داي من دول نقول عن دون تأسف. فليعذرني كل الناس وين. والناس الحقيقين يفهموا أنه أنا مش قصدي أني أجرح أي أحد. أنا قصدي أوصل لرسالتي. لأنه أنا راني هنا ديوم. مانش جاي باش نقعد في الجزائرية. جاي باش نخدم. جميل شكرا لك على تلبية دعوتنا فلا الجزائرية. شرفتنا بحضورك. في الأخير مشاهد الله فاضل نسمع لأغنية ختاما مع فلا الجزائرية. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة. أكيد ننسى الدعاء لأهلنا في غزة وقطاع غزة وفلسطين إلى الملتقى الأسبوع المقبل. نفس الموعد التسعة والنصف على النهار تيفي الجمعة إن شاء الله. تفضلي. من كلمات الشاعر الجميل اللي كتب بزا في الجزائر. وأنتمنى أن نعرضه هنا يا. إن شاء الله. مدر شغالة لأخوه اللي كتب لله يحموه أخوه ولا حتى ثانية. واللحن لحني. والإنتاج من جيبي. ودرته بشنا نقدمه. وإن شاء الله يرجعوا لي دراهم الناس. الله يحب. شكرا ليك فلا مشاهد الأفاضل إلى الملتقى إن شاء الله. صراحة. أغنية فلا الجزائرية تفضلي فلا. شكرا ليك فلا. جميعا الرطار قسما عظاما كنا فدا. مشين على أخطى مشين على خطى مشين على خطى خط تقرر احنا معاني شعرك مغادك جيشك مجدان قسمنا عظما كنا فداك بلادي 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 لاكي حبي وفؤادي بلادي 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 لاكي حبي وفؤادي موسيقى